الحمد لله على كل حال الأمر اللي جاء من عند ربي يقع مرحبا به احنا في الحقيقة عارفين باللي الموت عندها أجال محددة صح يقول لي أجالين كتاب صح والأمر اللي يعود من عند ربي سبحانه وتعالى المؤمن يرضى به ويعرف باللي ربي راح يحبه لأن الإنسان المؤمن يقول لك مصاب كنت نحس باللي كان عندي ورم تحت البزولة دياري وكنت ساعة ونمس هكذا كذلك نحس باللي كشوق الباية هكذا كذلك فيه والله حاجة تسقط تحت الليل اللي اسمها تاعي الجلد تاعي التعدي ومن بعد كل قصة نقول باللي هذا نابسي والله حاجة ونديل لها ديز انتيبيوتيك وكذا وفي يوم من الأيام زرت زميني عندي معايا كان داعيني إلى مأدوبة عشاء في الصيف في صيف الفين و ساعة وثمانتعش قال لي يودي أما لنا يا وريتلو وريتلو الموقع قلت له فوالا هويتيني في الحقيقة خذاني عنده عدة أمراض مسكيني عاني منه قال لي الفوميو تشوف لازم تشوف طبيب جراح عين لي طبيب جراح قال لي الطبيب الفلاني روح لي بارك أنت قبل ما تهدر مع صديقك كهذا كنت مشفتش طبيب أه لا كانت مشفتش طبيب حضرتك أهي ساعة ونحكي يعطوا لي ديزانتيبيوتيك وما دالوا لي والو قاعدت كيمة هي هذه الحالة حالة ذيك زايدة قد زيت شوي تكبر ساعة شكول نمتلك ديزانتيبيوتيك أنت كنت شربتهم واحدة كنت كنت زرت طبيب الميلا أصدقاء للشيال أصدقاء مشفتش طبيب لقد ورح تشوف العموموكرافي ونحكي باش تشوف النتيجة في الوبيتال الفرنس فانا بتاع البوليدة هادي دركة راهي دا رانا في رانا في بدأ في 2019 هاد الحكاية اللي راني درت له الحكاية 2018 شفت بركة وضربت النح خليت هيكي مية قاكم في 2019 في مواد مواد مي قبل رمضان بواحد للا شهرين درت هاد الاجراءات دعثوا لي التحالي تحالي لطبيتها في جيبي ووراك عارفة قاعدت متردد ما شنيني الحكاية ما حبيتش تفتحها ما حبيتش تملو لون بعد روحت للطبيب لقيته مسافر الطبيب الجرح اليوم الثاني قاعد صاحبي زميل تاعي هذا قاعد يقول لي بللي لازم تديرو شوف حكاية نتاعك باش شوف وش تيعطي الكدواة ولا علاج ولا كنت متردد بالك باش تديرو كنت متردد من بعد كي روحت للطبيب قال لي ما نجحاتش عليك رع عندك ورم سلطاني ولازم لك تستأصله ولا قال لي اسمها تااصدامني اسدمني في الحقيقة ياري طريقة مباشرة في الحقيقة انني حتى اغمية علي صراحة من بعد نعل تبليس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة